بعد سنوات من القتال في خندق واحد تتجه الرياض الاستنساخ وتطبيق رؤية أبو ظبي اتجاه حزب التجمع اليمني للإصلاح من رغم من كونه وفق مراقبين أحد أهم أعمدة حرب السعادة الشرعية مؤخرا عممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية خطابا معاديا لحزب الإصلاح اتضح ذلك من خلال خطبة الجمعة الماضية التي حمل فيها الخطباء الحزب مسؤولية الحرب والقراب الحاصل في اليمن مراقبون أرجعوا الخطاب إلى شعور الرياض بالإنهاك بعد خمس سنوات ونصف من الحرب ما دفعها للبحث عن كبش فداء وشماعة لتحميلها مسؤولية فشل الحرب وكان الإصلاح هو الخيار الأنسب الخطاب السعودي المعادي للإصلاح تزامن مع التسريبات الأخيرة حول مساع الرياض بشأن الوصول لاتفاق مع الحوثيين يتضمن إنشاء منطقة عازلة على الحدود مقابل إنهاء الحرب وفي المقابل لا يرى الإصلاحيون أو على الأقل قياداتهم أنفسهم إلا حلفاء للرياض غير قادرين على تصور أي سيناريو آخر وأن خياراتهم سفرية وليس لديهم إلا انتظار مواقف الآخر ليبنوا استراتيجياتهم عليها ويبقى السؤال الآن ما مصير الشرعية في حال تحول خطاب السعودية اتجاه أحد أهم أعمدتها إلى عداء فعلي على الأرض وما موقف القوى الوطنية الأخرى المنضوية تحت لواء الشرعية من هذا التحول وهل سيقبل الإصلاحيون أن يكونوا كبش فداء لتحمل وزر فشل حرب السعودية